زازيكي من السلطات المهمة جدا تنفع للكيتو دايت والناس اللي عاملة الدايبيتيز وكمان شيف ايمن الحبشي 27 سنة في اليونان وهيعملها لنا بالطريقة الاصلية راجل عظيم جدا وشيف مصر مشرف الدنيا نقول باسم الله هنعملها ستندر 200 جرام 2 حباية خيار بقشرق مهم جدا ان الخيار يكون بقشرق 200 جرام هنحط لهم كيلو زبادي يوناني الزبادي اليوناني هو اللبنة ولو عاوز تعمل الزبادي اليوناني في البيت اكتب لنا في التعليقات وانا هحط لك رابط الحلقة زي ما انت شايفين ببشر الاثنين بالمبشرة زي ما انت شايفين لازم بقشره مهم جدا بقشره بعد كده برش عليه شوية ملح ويه بسيبه خمس زي عشان ينزل الميا اللي فيه بحط لكيلو 3 فصوص توم ولو زودنا التوم بتحرق في المعدة هو اصلا الزبادي اليوناني المفروض يطرب او يطر على المعدة فبالنسبة لكيلو يعني 2 فص توم كبير او 3 صغيرين كويس جدا بعد خمس زي او عشر دقايق صفت الميا يئم اعصره بشاش يئم اعصره بايدي طبعا غاسل ايدي ومنشفة وكل حاجة اعصره لما ينزل الميا الميتين جرام دولت لو علميا لازم يجيبه 80 جرام خيار خلاص كده طيب فيه حركة مهمة ايه هي لازم ابشر التومة الجنب الناعم اوي لان فيه ناس بتقطعوا لا احنا عاوزينه زي ما انتو شايفين كده هو 3 فصوص صغيرة على كيلو طبعا انت لو تعمل نص كمية دي تستخدم النص فيه حاجة تاني هنعمل ايه هنديله سنة زيت زتون ده بيعمل ايه فايدته هغلف الخيار ولازم لفة دائرية زي ما انتو شايفين غلفت الخيار وما نطرتش منه الميا وحافظت عليه فرش ويعود فترة كبيرة في التلاك لو بدي اهم حاجة بعد كده ده الزبادي اليوناني مش الزبادي العادي الزبادي العادي في ميا كتير لو عاوز طريقة الزبادي اليوناني اكتب لنا يوناني وهحطلك في رابط الحلقة او في سندول وصف شايفين الطريقة ديت اول حاجة بعمل ايه بحط 60% يعني مثلا احط 600 جرام ده على اساس كيلو 60% زبادي يوناني واحطه في التلاجة ليه بكرة لو انا هقدمه لو انا هقدمه النهاردة هحط كل الكمية لو انا هقدمه بكرة يبقى انا اقل للزبادي اللي فيه عشان بكرة لو نطر شوية من الميا اللي فيه اقدر ازوده خلاص يبقى ستندرد كيلو زبادي يوناني ثلاث فصو ستوم اتنين خيارة بعد العصر بيبقى 80 جرام فيه ناس بتحط ايه شبت يعني في اليونان هم بيحطوا شبت على الوش طبعا دي اختياري لكن هو كده زي الفل هنديله زيت زاتون وشوية اوريجانو اللي هو المردقوش او البردقوش بس معظم الاكل اليوناني بيرشوا اوريجانو على الاكل بعد ما يخلص يعني انت عاوز ترش نعناع تحط بردقوش تحط اوريجانو اللي يعجبك واخر حاجة ملح وفلفل حسب الطرب حسب ما انت بتحب وكده عندي احلى زازيكي وباليونان اسمه زازيكي وانا بقول عليه ساسيكي وانت اسمي اللي يعجبك يبقى تقدر تحط اضافة نعناع تقدر تحط اضافة شبت الاصل بتاعه اوريجانو ادعي لي امي وابي بالرحمة من قلبك وللشيف ايمن وشكرا ليكم على متابعتكم اشتركوا في القناة